بسم الله الرحمن الرحيم أخوة المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يرفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا البلاء إنه سميع مجيب أيها الفضلاء الكرام مرة أخرى نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج الجميل تحت عنوان نفحات رمضانية وكنت قد تكلمت أمس عن حديث قدسي وشرحت نصفه بما تيصر حيث أن الحديث ذكر معاني روحية ومعاني مادية وأتيت بالأمثلة والشرح في وقته وبقي لنا النصف الثاني من هذا الحديث وسأتكلم عن شرحه وبيان معناه في هذا اللقاء الكريم بالمبارك مع حضراتكم فالحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أتيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه هذا هو الباقي من الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ويقصم بالله الذي خلقه على أن خلوف فم الصائم أتيب عند الله من ريح المسك والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا يحتاج إلى القصم ولكنه يؤكد الكلام بهذا القصم زيادة في طمأنينة المؤمنين وتأكيدا لهم على ما يكون في هذا القصم إذن فهو يقصم صلى الله عليه وسلم ويؤكد كلامه على أن خلوف فم الصائم أتيب عند الله من ريح المسك طيب ما هو خلوف فم الصائم كلمة خلوف تعني تغير رائحة الفم وهذا التغير إنما يحصل من المعدة فالمعدة لما تحتاج إلى الطعام والشراب وتكون فارغة فمن طبيعتها أنها تخرج منها رائحة كريهة لا يقبلها الإنسان فلا يستسيغ الإنسان هذه الرائحة الكريهة ولكن كيف ناء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الرائحة الكريهة يعني أتيب عند الله من ريح المسك هل الله تعالى يحب الروائح الكريهة لا لا أيها الفضلاء ليس هكذا وإنما المقصود أن هذه الرائحة المتغيرة من فم الصائم إنما هي أثرون وعلامة من علامات عبادة الصوم صائم كما قلنا لما يطور عليه الحال والنهار يكون طويل المعدة كتظل ذلك الشيء اللي كان فيها وفي الآخر كتبقى تصدر هذه الروايح من الفم بحيث أن الإنسان إذا اقترب من إنسان آخر غد يوجد فيه ذلك الرائحة والرائحة مش مقبولة هي تظهر رائحة غير مستساغة يعني مكروها وكيف الله سبحانه وتعالى يحب هذه الرائحة وهي عنده أطيب من ريح المسك المسك معروف الجواب أيها الأحباب الكرام هو أن هذه الرائحة التي صدرت من فم الصائم تعد آثاراً من آثار العبادة لأنه لما يكونش صعيم تكونش هذه الرائحة في فمه لا تخرج من هذه الرائحة لكنه لما يكون في عبادة الصيام سبحان الله فإن هذه الرائحة تخرج من فمه ولكن إذا كرهها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يرحب بها وهي عنده أطيب من ريح المسك لأنها آثار من آثار العبادة على سبيل المثال العلماء قالوا الله تبارك وتعالى كي يحب كل آثار العبادة ونجيب واحد المثال الإنسان لما يصلي في بيته أو في المسجد وبعض المرات سبحان الله ذاك الموضع اللي يسجد عليه ذاك السجداء والطبي كي يكون فيه تم شيخ شخص صغار وشيخ براه وشيخ يوتو كذا هادو كيرسقولو في الجبهار منين كي يسجد هادوك الآثار الصغيرة كي تلسقلي في الجبهة دياله شو كيتسمى هادوك كيتسمى آثار العبادة آثار عبادة الصلاة لأنه لو كان مسجد شي ما يطلع شي في الجبهة دياله ذاك الشعار وذاك الخشيش وكذا فهمنا هادوك الآثار الله سبحانه وتعالى يحبه سبحان الله ولذلك العلماء قالوا إذا الإنسان صلى وبقات شي حاجة لاسق في الجبهة دياله أحسن يخليها تسطيح بوحدة غاب عني وإلا كان غادي يخرج ويشوفه الناس ويدخل عليه الرياء يقولوا الناس آف لا كان كي يصلي هواح العلامة الصلاة فدل حالة هذي يمسح داك شي نرجع للموضوع ديالنا قال لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ كي يظهر لي الكلام ذي النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومنور ومفهوب وأي واحد يقدر يفهمه بسهولة نحن فهمنا بأن ذاك الرائحة ديال الفن فهمنا بأن الله عز وجل كي يحبها لأنها كدل على أن هذا اللي فيه الرائحة أنه صائم هذا الأمر هذا الرائحة هذه خاصة في رمضان لأن كان بعض الناس اللي عندهم رائح كريهة في الفهم وهذا أمر آخر وما يمكن شد ذاك الرائحة دائما كن هي أطيب عند الله من ريح المس وإنما خاص الرائحة الصائمين والصائمات اللي كتخرج من معدتهم في صيام رمضان أو في أي صيام كان ها المسألة خصنا أن فهموها بارك الله فيكم قال لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المس ثم زاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ونورنا يا رب صلي عليه يا رب صلي وسلم عليه عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق إلى قيام الساعة هذا النبي الكريم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه ما أعظمه وما أكرمه قال لِلصائم فرحتان يفرحهما لِلصائم فرحتان يفرحهما فرحتان أطاه الله عز وجل وكلنا كان حبه الفرحة كان حبه الصرور كلنا ما قبله شيء الهم والغم والحزن قال الله عز وجل يجعل دائما الفرحة في قلوبنا فالله سبحانه وتعالى لما كيصوم المؤمن والمؤمنة في هذا الشهر الكريم ماذا يقع هذا الشيء اللي اسمعناه وزايد عليه لِلصائم فرحتان يفرحهما الله عز وجل كي يتكرم عليه بهذا الجلد الفرحة واسمعوا أيها الأحباب الكرام فإن هاتان الفرحتان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فرحتان ولكن هما في الحقيقة فرحتان كبيرتان فرحتان كبيرتان إن هذا يفهم من الأسلوب دياللغة العربية كما جاء في الحديث الآخر أيضا عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وكذلك قال هنا يا للصائم فرحتان يفرحهما إمتى يكون هذه الفرحات فرحة الأولى قال إذا أفطر فرحة بفطره هذه الفرحة الأولى الإنسان كي يظل صايم كي يكون النهار طويل والحرارة والشمس والعطاش وربما يكون كي يخدم فلا شك أن هذا المؤمن يعني يحس بآلم الجوع والعطاش وزيادة على التعاب والخدماء فلما ينتهي اليوم تكمل ذاك النهار دياله والصيام وتجي المغرب وتحط الماكلة ما شيف طر هنا شنو كيوقع؟ كيوقع عليه واحد الفرحة ولكن سمحوا لي أيها الأحباب مشي الفرحة لأنه فرح بغي يأكل إلا لا لا أيها الفضلاء وإنما هذا الفرحة فرح لأنه كمل اليوم دياله بسلام هذه الفرحة أيها الأحباب الفرحة دياله لأنه توفق وكمل ذاك الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو يفرح لأنه صام داك اليوم وكملوا ونجح فيه وكيفرح كيقول يا ربي لك الحمد لأنني صمت هذي اليوم وكملت بسلام يا ربي وفقتني وعنتني وعطيتني القوة باش صمت هذي اليوم ويفرح يفرح لأن الله عز وجل تكرم عليه بصيامي هذي اليوم هذا هو الكلام المعتمد للعلماء وكاين اللي قال بأنه غادي يفرح بالفطور دياله وبالماكلة غادي يكون على كل حال نحن نخليها بأن هذا الفرحة بالصيام لأن الله سبحانه وتعالى وفقه وأعانه وهذا الكلام للصائم والصائمة رمشي كنت تكلمه على الرجال لا نتكلمه على المؤمنين وعلى المؤمنات شاركين في كل شيء الله عز وجل يعني كيقبل العمال من الرجل ويقبل العمال من المرأة وهذا الفرحة غادي يفرح بها المؤمن وتفرح بها المؤمنة قال هذه الفرحة الأولى إذا أفطر فارحا بفطره هالولى والفرحة الثانية هذه غادي يكون يوم القيامة وهي الأهم وهي الأجمل وهي الأفضل وانطلبوا رب سبحانه وتعالى يا ربي بأسمائك وصفاتك ماذا حرمناش من هاتين الفرحتين لا في الدنيا ولا في الآخرة وخصوصا الفرحة في الآخرة هذا الصائم غادي يلتقوا الله سبحانه وتعالى هذه مسألة احنا عدنا في ديننا مسألة معروفة يقولوا يوم لقاء الله هذا الصائم والصائمة لما يلتقوا بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكونوا صاموا في الدنيا وصبروا وتحملوا الجوع والعطاش لما يطلقوا الله سبحانه وتعالى ماذا يحدث غادي يفرحوا بالصيام اللي صاموا لماذا لأنهم غادي يشوفوا وحا الخير كتير وحا الثواب عظيم وحا الجزاء كبير الله سبحانه وتعالى غادي يكرموا لأنها لأنها أيها الأحباب الكرام الجنة كما قال سيدين نبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر تما غادي يكوح الأمر عجيب وعظيم وكبير ورائع الناس كل شي فرحان هذه الجنة هذه الناس كل شي ناشط الناس كل شي مبتهج لأنها كما قال الله تعالى على سرور المتقابلين فرحانين لا يمسهم فيها نصب يكونوا واحد الحياة عظيمة جدا ولهذا هذا الحديث هنا هو كي تكلمنا على واحد طريف قليل من الحياة في الجنة وليه غادي انطلقوا الله سبحانه وتعالى وغادي نكونوا صمنة في الدنيا قال إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه لأن الله عز وجل سيرحب به وسيكرمه وسيفتح أمامه أبواب الجنان الله أكبر هذا كله طرف من أجري من أجري الصائم الصائم عنده يعني درجات وعنده خيرات كثيرة ولكن هذه غير بعض اللقطات صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها نا بشي شجعنا بشي نزيدوا نحب الصيام ونصبروا ونتمسكوا بهذا الصيام نطلبوا الله سبحانه وتعالى ماذا أقول أيها الأحباب الكلام جميل على الصيام طلبوا الله عز وجل يقبل منا هذا الصيام ولو يوم واحد طلبوا الله عز وجل يقبل منا ويرحمنا ويسمح لنا ويغفر لنا وإحنا في هذه أيام الفيروس هذا كورونا طلبوا الله عز وجل يرفع عنا وعن العالم كله اللهم يا ربي ونحن صائمون فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا وارفع هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا أيها المستمعون والمستمعات الكرام على حضوركم وعلى استماعكم وعلى طيب أخلاقكم وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته